نبقى نبتدي كان نتكلم الأول على مسلسل ستين دي اللي بيطارت دلوقتي على أحد المنصات من غير ذكر أسمائها بس قولينا بقى دورك في المسلسل ده فهيم تقريبا من أصعب وأعقد التركيبات اللي اتعرضت علي في تاريخي يعني والتجربة كانت من البداية مشوخة جدا لها لأنها مع مريم أحمدي تاني مرة اشتغل معها ويعني أصدقاء مقربين ومعظم الكاست اشتغلت معها قبل كده وده بيحمس الواحد أن هو يخش تجربة تاني يعني دور كان صعب ويعني بقدم رجلي وبأخر رجلي عشان أعمله لأنه كان مسؤولية عليا كبيرة أن أنا أعمل دور أنا شايف أن هو كبير عليا تقيل عليا ولازم الواحد يبذل فيه مجهود نفسي أكتر من أي شيء تاني فكانت تجربة صعبة بس الحمد لله دلوقتي ردود الأفعال مفرحة الواحد وإنت بتقبل الدور وإنت من الناس يعني مش كل الناس عندها حتة التصالح من نفسي يقول لك هذا الدور ده كبير عليا وبتاع يقول لك لا أنا أدها كل حاجة ولكن هو تحدي بالنسبة لك إنت بتبقى عايز تخش ده عشان تثبت لنفسك وتثبت للوسط كل إن أنت تقدر تقوم بالدور ده ففكرة تقبولك للورق عمتا كانت عاملة إزاي يعني أول ما الورق جاء لك ابتديت في ساعة أخدت رأي حد مثلا عشان خاطر يقنعك إن أنت تقوم بالدور ولا أنت من الناس اللي قلت لأ خلوصا هيخد التحدي وزي ما تيجي تيجي لأ أنا في شيء جواي فرح إن الدور ده يتعرض علي لأنه آآ ما بدأ أيام ما كانش الورق ده ما كانش جاي لي الدور ده ما كانش جاي لي كان جاي الأصدقاء آآ وكان بالنسبة لي إن المخرجة مريم تشوفني في نفس التركيبة اللي شافت فيها مجموعة من أصدقائي بعيد عني في الفيزيكال وفي شكل التمثيل فده كان مخليني مبسوط زائد إني كنت من جواي وأنا بقرأ الورق الأول مرة آآ نفسي أعمل الدور ده فكان فيه شيء من جواي فرحان إن الدور ده جاي لي وفيه شيء تاني بيقول لي طيب يلا بقى أنت محتاج تذكر كتير جدا عشان تقرب من التركيبة دي خالد أنت قلت أن أنت كنت فرحان بالدور ده لأن فريق العمل ده أنت اشتغلت معاه قبل كده هل دي كتأول حاجة تشجعك هل ممكن لو جالك دور عجبك جدا بس الناس كلها جديدة عليك تبقى مش قادر تخش قوي الدور ده أو تعمله لا مش للدرجات دي هو طول وقت الدور اللي بيناديني في الأساس بس لإني المكسب الحقيقي بالنسبالي في التجارب هي بتبقى المكاسب الإنسانية مش الفنية مش الدور اللي بيعمل علامة على قد ما أنا بخرج من اللوكيشن أعرف ده وده وده وبقابلهم تاني في اللوكيشنات وبقابلهم وبقى فيه بيننا ذكريات ده الجميل ده اللي بيعيش آآ ففيه تجارب بدخل ببقى عارف مثلا إن المخرجة صادقتي فبقى أنا أبسوط بدخل اللوكيشن لما بدخل اللوكيشن باكتشف إن المدير التصوير مثلا أو فيه كاميرا ما أنا أعرفه أو مهانس الصوت أعرفه فطبعا ده كله بيخلي الروح ورا الكاميرا خفيفة ولطيفة جدا فبتخلي وبتبين على الكاميرا طبعا طبعا بتبين في الكاميرا أكيد أوكي طيب هل المنصات الإلكترونية اللي بيتعرض عليها بقى يعني بعض الانتاجات الدرامية يعني هل دي أفادت الدراما عمتا في مصر ولا ضرتها هي سلاح زوح الدين هو دلوقتي إحنا في مرحلة الإفادة دلوقتي عدد الرهيب من الممثلين اللي عندنا في مصر واللي بيزيد وعدد المواهب الكبيرة بيبدأ ياخد فرص بشكل أكبر من خلال المنصات دي وزائد إن المنصات فيها ميزة عظيمة جدا إن انت بتلاقي المسلسل ممكن يبقى أربع حلقات أو ستة أو تمانية أو عشرة فالمسلسل نفسه بتعمل في وقتها أقل وبتتفرج عليه في وقتها أقل والمجهود اللي بيبزل فيه بيبقى مكسف جدا فبتقدر في خلال تاعة أربع شهور تعمل تزيع مسلسلين أو تلاتة وده أفضل لأن احنا مفروض ده رأي إن احنا بالتدريج نتخلص من فكرة التلاتين حلقة والخمسة واربعين حلقة إلا إذا كانت مكتوبة فعلا بشكل يخليك تخلي الدراما تستوعب النهاية تتفرد الأحداث على تلاتين الخمسة واربعين حلقة ما يبقاش ما يبقاش مجبر ما تبقاش مجبر زي سيزن رمضان أنت مرتبط من زمان جدا بفكرة التلاتين حلقة بتاعة رمضان فأتمنى إن احنا قريب نلاقي لها حلول أو بدائل شبه إن المسلسل اللي يبقى مثلا تلات أجزاء عشر حلقات كل سيزن في تلاتين يوم بتاع رمضان تبقى الوجبة أخف وأسهل وصلح زوحة الدين لأنه بتبعد بقى عن السينما السينما كده بتبعد أكتر وأكتر في ترتيبها وأهميتها في البلد يعني فمنصاتي يعني لسه لحد دلوقتي إحنا في مرحلة الإفادة ترجمة نانسي قنقر